تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعى برقية تهنئة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رفع فيها سمو أسمائيات التهاني والتبركات إلى مقام جلالة الملك المفدة بمناسبة ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني وكذا سموه أن جلالة الملك المفدة قدم مثالا رائدا من خلال مشروع جلالته الإصلاحي والذي كان بمثابة تحول غير مسبوق في تاريخ البحرين الحديث من خلال تقديم البحرين أنموذج الأمثل في التحول الديمقراطي والانفتاح الاقتصادي والسياسي وتأصيل مبادئ التعايش والتسامع وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعظيم دور الحريات في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر